بسم الله تمارين حول الدرس الدالة الخطية والدالة التآلفية لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016 تمارين رقم 13 إذا علمت أن 1 زائد F لـ 3X-4 يستوي 27X-35 فبين أن F دالة خطية يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز تمرين سنلتقيه بعد لحظات لتصحيحه معا يلا نبدأ الجواب لنبين أن F دالة خطية بحيث 1 زائد F لـ 3X-4 يستوي 27X-35 يلا ما هي الخطوة التالية نعم سنحاول نبسطوة الكتابة سنأخذ واحد أنديو الطرف الثاني ننقله إلى الطرف الثاني هكذا وكما تعلم عند انتقال حد من الطرف الآخر تتغير الإشارة التي تسبقه يعني F لـ 3X-4 يساوي 27X ناقص ماذا؟ نعم ناقص 36 أي F لـ 3X-4 تساوي إذن كما تعلم إذا أردنا أن نتبه بأن F دالة خطية يجب أن نكتبه على هذا النحو F لـ X تساوي عدد معلوم لهو المعامل في X تفقين؟ هذه الكتابة العامة لكل دالة خطية بعدنا نحاول نكتبه F لـ 3X-4 على شكل جداء عدد معلوم في القيمة 3X-4 لتحقيق ذلك ما علينا إلا أن نبحث عن العامل المشترك 27X نقدر نكتبه هي 9 في 3X و36 نقدر نكتبه هو 9 في 4 هكذا إذن كما ترى برز العامل المشترك اللي هو ماذا؟ نعم اللي هو العدد 9 إذن 9 عامل لـ 3X-4 إذن كما ترى F لـ 3X-4 تساوي 9 عامل لـ 3X-4 أو بطريقة أخرى F لهذا العدد سمت 3X-4 بعدد F لهذا العدد يساوي 9 في نفس العدد إذن إلا عوض نكتبت هنا 3X-4 كتبت M ماذا سأقول؟ نعم F لـ M تساوي 9M F لـ A نعم تساوي 9A F لـ B صحيح تساوي 9B F لـ C إلا عوض 3X-4 بالـ C سأقول سأقول F لـ C تساوي 9C تبقين؟ إذن F لـ X إلا عوض 3X-4 بـ X ماذا سأقول؟ F لـ X تساوي 9X هاي أردد حتى لوك كتبها إذن F لـ X تساوي 9X ماذا يعني ذلك؟ نعم وهذا يعني أن F داله خطية ومو أعملها هو ماذا؟ بالفعل هو العدد تسعة استنتاج F دال خطية ومعاملها هو العدد تسعة وكيف طريقة أخرى بحالة اشتفى للتمرين لرقم 12 يمكنك تعود تستعمل الطريقة الأخرى إذا أردت أن تتبت بأن إفدال خطية نكتفي بهذا القدر نلتقي في حصة قادمة بحول الله هذا التمرين من إعداد أستاذ عبدو إعدادية صفاء من رقش إلى اللقاء